بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكو طالباتي وفيديو جديد هنتكلم النهاردة على ايه هنتكلم على الجنرال كامستري او الكيميا العامة بالزاد بالتحديد هنتكلم على الجدول الدوري وبعد العناصر وبعدها هندخل في الخواص الفيزيائية وناخد الكتلة وهناخد الفليوم الحجم وازاي نحسبه هناخد شوية مسائل وامثلة وان شاء الله موضوع سهل جدا خلينا نركز مع بعض ونبدأ على بركة الله بعض العناصر اللي هي الشائعة والمشهورة والرمز بتاعها الاكسجين ومعروف الرمز بتاعه او الفوسفورس او الفوسفور طبعا PH في الانجلس تنطق F او F عشان كده كتبنا P فوسفور بلاتين P T بلاتين بوتاسيوم K مشهور K سيليكون SI الفضة والدهب بقى احفظوهم شو ما شبه بعض A G تمام والدهب AU هو الدهب اسمه GOLD بس احنا دلوقتي هنا في اسماء العناصر مش بالانجلس الرموز دي الصوديم اللي هي NA مشهور جدا ومهم جدا دي من الحاجات المهمة الصوديم والبوتاسيوم اوكي محدش يقولي الصوديم S لا الكابريت لانه سالفر اسمه سالفر ف بنحطه بنرمزه بالاس القصدير SN طبعا مش مشهور كتير الزينك او الخرصين ZN مشهور فلور واخواته بقى الفلور عندنا المجموعة بتاعته السبعة الكلور CL اليود ايودايد وعندي البروم بي ار اوكي هنلاقيهم هنا موجودين ده بقولناه الهايدروجين اتش اليود اي او اسمه ايودايد الحديد فرق ف اي بي 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 ت اي لو بي خفيفة الرصاص ماغنيسيا مشهور جدا ام جي و الزئبق اتش جي ماشي ممكن تعلموها الناكل انا اي افروض الحاجات دي اخدانها قبل كده في ثانوي بعدين بيعدوها في الجامعة بس كده زي ريفيجن او مراجعة النايتروجين مشهور ان انتبهوا فيه فرق بين الناكل والنايتروجين الالمونيوم ال الıyoruz والازرنيا ده مش مشهور باريم بنقه اسمه بريم بريم بى بروم غير البريم انتبهوا بي ار البروم اخو الكلور والفلور دي مجموعة دي كالسيوم لهو مجهة بتانين وعندانك كاربون مهم جدا انه سهل السي ار بقى الكروم الكوبلت مش بيهجي كتير بس سي او والكابر دايما يكون حرف الاول كابيتل والتاني اسمه الكابر او النحس سيو عشان كده اسمه كابر كابر تعالوا ندخل مع بعض بقى فيه الخواص الفيزيائية والكيميائية لأي مادة بيقول لنا الكلام ده كل مادة لها خواص لكن الخواص الفيزيائية هي اللون درجة الانصهار درجة الغليان الكثافة الدانستي ديت خواص فيزيائية خواص الفيزيائية اي فرقها عن الكيميائية ان احنا نقدر نقصها ونلاحظها بدون اي تغير في المادة لكن الكيميائية لازم احرع المادة لازم اعرضها لتفاعل كيميائي وبعدين الخواص الفيزيائية لا تغير هوية المادة يعني مثلا الايس هو هو التلج هو هو مية لما بنسيحه يحصل له ملتنج بيتحول الى مية فالخواص الفيزيائية بتاع المادة هي المادة هي هي مية درجة غليانها مية درجة تجمدها صفر درجة مقوي فهي هي المادة ما بيحصل لهاش اي الدائس متغير فيزيائي انها تحولت من تلج الى مية ساحت هل هي المادة تغيرت؟ هل تحولت الى بيض؟ هل تحولت الى كربون؟ لا غير لما مسلا اجيب مسلا ورقة وحرقها فالورقة كده عوردتها لتغير كيميائي لان غيرت مكوناتها تمام نستطيع قياس درجة انسهار التلج ان احنا نسخنه نسخن كتلة صغيرة منه وتدوين الدرجة لغاية ما يتحول الى ماء فيختلف التلج يختلف الماء عن التلج في المطار طبعا فيه كلام زيادة هنا مش مهم ان احنا نفهم الكلام نفهم بس الفكرة العامة يعني فيه كلام هنا مش بييجي في الاختبار برضو طب تعالوا نقول ان احنا مسلا اه لما تغلي البيضة فالبيضة هنا حصل تغير كيميائي لانها تحولت تحولت البيضة من ايه؟ تحولت الى بروتين هي اصلا بس حصل لها الحاجة اسمها دي ناتوريشن لما بتتعرض الى مية درجة يحصل تفاعل للصفار فتبدأ تتجمد فتغير مظهرها الفيزيائي وكمان الكميائي تمام؟ فبالتالي عندي ده اسمه تغير كيميائي ولما انا كلها الانزيمات بتاعت الهضم بتغيرها فيحصل تغير كيميائي اخر تمام؟ طب دي خواص المادة طب عندي خواص كمية ولا كمية الخواص الكمية زي الكتلة اسمها ماس ام بيرمزولها الطول لامث الحجم في فوليوم فدي خواص كمية فمزيد من المادة يعني مزيد من الكتلة تمام؟ كل ما انت اكلتي اكتر كل ما هتزيد كتلتك اكتر مزيد من الاكل يؤدي الى زيادة في الوزن وفي الكتلة تمام؟ لو عندي قطعتين عملة نحاسية كل واحدة دي ساوي حاصل جمع كلاهما حاصل جمع كلاك كميتين فطبعا كلام يعني ايه بسيط جدا 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 لا ايه يعني مش مستاهل ان هو ندخل في شرحه الحاجة المستاهلة بقى اللي هي القياس القياس بقى هو هنا ما فيهوش اي حاجة مهمة بسه بيقولك ان كل المواد فيها لازم اقسها مسلا ممكن عقيس المسافة اللي هي ممكن عقيس الكتلة زي ما قلنا بقيس طول بقيس الكيميائيين بيستخدموا كل انواع القياس وبيستخدموا حاجة اسمها السحاحة اللي هي والمصة والمخبار والفلاسكا السحاحة اللي هي بيبقى شكلها كده بنستخدمها في المعامل دايما وبنحط تحتها كده الفلاسكا دي ونبدأ ان احنا ننزل دي اسمها السحاحة تمام? طب خلونا نكمل كده الحاجات بقى المهمة اهو اعطيك بعض بعض الاشكال دي اسمها الفلاسكا تمام? اهي هي دي السحاحة دي المصة اللي بتمص السوائل ده المخبار المدرج بيقولك العلماء بيستخدموا وحدات القياس ديت اسمها لانها وحدات عالمية اهو سيستم انترناشنال يونت دي دي الجملة اللي هي من حرفين اه تمام? فيمكن بيقولك تم تعديل وحدات الوحدات دي باستخدام الفواصل هنشوف بقى الصفحة دي ما فيهاش اي حاجة مهمة غير الصور بس تعرفوا الاشكال هيبدأ الحاجة المهمة هنا ده الاهم حاجة عندي هيقولك ازاي الوحدات الاساسية لانه كل العالم بيستخدمها فامريكا في فرنسا في كل اوروبا ففي حتي احنا كعرب بنستخدم حديدة المتر معروف كلنا من المظلوب ام كيلو جرام كيجي استانية ساكند واحيانا اس اي سي احيانا من المظلوب كده الزمن تاني الامبير الامبير واحيانا امبير كده اللي هو شدة التيار الكهربائي تمام درجة الحرارة احيانا من المظلوب دجري سانتيجريد واحيانا بالكيلفن درجة مئوية او كيلفن دايما بنحول منديل دي بس في علم الكيميا بيستخدمه الكيلفن اكدر كمية المادة غير كتلتها كمية المادة بالمول يعني هنفخدها في الكيميا نقول مثلا حطينا اتش اسي ال واحد مول من حمض الهايدروكلوري ودخلناه فعلناه مع واحد مول من صوديام كلورا صوديام هيدروكسايد وهكده شدة الضق بالكانديلا كانديلا دي شبه الشمعة فهم بيرمزولها بسي دي الشمعة اسمها بالانجلش كاندل تمام فدي احدى الوحدات دي تنحفظها صم هنستخدمها كتير جده بعد كده بقى بيقولك التحويلات دي برضو ههعرفكو ازاي الطريقة هنا بيقولك التيرا الجيجا التيرا بتكون ايه متحفظيها هنا هي بتساوي بصك عندها كم سفر ستة وستة اتناشر سفر تكتبي عشرة قصة اتناشر عشان عندها اتناشر سفر طيب عندنا الجيجا الجيجا بقى اللي هي ايه هي عشرة قصة تسعة عندها كام تسعة اصفار الميجا دي زي المليار الميجا اللي هي عشرة قصة ستة زي المليون كيلو معروف انه هو كيلو الف على طول عشرة قصة تلاتة الديسي بقى عقل يبدأ يقل 10 قص سالب 1 السنتي 10 قص سالب 2 الملي 10 قص سالب 3 المايكرو 10 قص سالب 6 والرموز دي نحفظها النانو 10 قص سالب 9 البيكو 10 قص سالب 12 مهمين جدا 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 ما نيجي بقى في التحويلات بنعمل حاجة مهمة هنقول ايه هنقول دايما في التحويلات عندي حاجة اسمها من كبير الى صغير بنضرب من الكبير للصغير بنضرب من كبير الى صغير بضرب دايما الكبير بيضرب الصغير يعني انا مثلا عندي مثلا 5 كيلو جرام وبقولك حولها لي او من كبير كيلو فوق حولها لي الى جرام انا عارفة ان بين كيلو والجرام 1000 يبقى انا هضرب في 1000 ليه اضرب لاني عايز احول من كبير لصغير هضرب في 1000 هيبقى الخمسة كيلو تساوي 5000 هضرب الخمسة في 1000 هتطلع 5000 جرام طب لو عايزة امشي العكس عايزة احول مثلا المتر الميلي ميلي الى لتر ال اجري هضرب فبينهم 1000 بس انا عندي مثلا 20 20 ميلي اجري احولها الكبير من الصغيرة للكبير بقسم يبقى انا بينهم مع حفظة انه هى 1000 هقسم 20 على 1000 مشي تقسميه حتى بالكالكوليتر او معروف عشرين على الف هتتشلف صفر مع صفر تختصرية يبقى اثنين من مية ده الناتج اثنين من مية لتر وهكذا فطبعا التحويلات دي هناخد امثالة كتير عليها بس حبيت ان انا افهمكم الفكرة الاساسية وان شاء الله باذن الله هناخد الكلام دوت في الفيديو القادم هنبدأ النقطة دي انتظروني واتمنى ان انتو ترجعوا الحاجات اللي انا قلتها ديت كويس جدا واتلخصوها وصورولي وعايزيكو عايزة اكد ان انت حفظتوا اسامي العناصر وحفظتوا الصفحة المهمة بتاعت الماس والكيلو والجرام الوحدات وحدة كل حاجة وان شاء الله باذن الله متوفقين دائما وابدا لا تنسوني من دعواتكو في امان الله